والفداية بلغانس مستمعين الكرام بكرة القدم المغربية منافسة البطولة الاحترافية وفي قسمها الأول منافسة الجولة العشرين تنطلق مساء اليوم بلقاء واحد يحلو خلاله حسنية أغادير ضيفا على فريق أولمبيك أسفي فريق الحسنية خامس الترتيب بثمانين وعشرين نقطة يبحث عن انتصاري الثامن هذا الموسم الثالث له خارج قواعده أمر وفي حال تحقق له سيجعله دائما ضمن كوكبة المقدمة ومن ثم تأكيد نتائجه الجيدة منذ تعاقده مع المدرب ريض حكم بالمقابل سيكون اللقاء بشعار العودة إلى سكة الانتصارات لأولمبيك أسفي طيلة الجولات الثلاثة الأخيرة لم يجني الفريق إلا نقطتين ما جعله يتراجع إلى المركز العشر بثلاث وعشرين نقطة لقاء أولمبيك أسفي ضد حسنية أغادير ينطلق بداية من التاسع والنصف مساء على أن تتواصل مباريات الجولة غدا وبعد غد وارتباطا بالبطولة الاحترافية أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن منافسات البطولة ستتوقف بين الحادي والثلاثين من الشهر الجاري والخمس عشر من يونيو القادم والتي تتزمن مع تواريخ الففا حتى تتمكن من برمجة جميع المباريات المؤجلة بالنسبة للأندية المشاركة في التظاهرات الإفريقية في أخبار المنتخبات المغربية يلعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعاء اليوم أمام منتخب العربية السعودية لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تجرى أطوارها بمصر إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري المنتخب المغربي بقيادة المدرب هشامد جيغ كان فاز في أول لقائين في هذه المجموعة على كل من منتخبي الإمارات وجزر القمر ليضمن بذلك تأهله إلى دور النسف خلال لقاء اليوم سيبحث عن انتصار ثالث تواليا ينهي به المبارياته في هذه المجموعة بالعلامة الكاملة كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة المسهل بالحديث عن كرة القدم الإسبانية حيث سيخوض المنتخب الإسباني منافسات اليورو التي تنطلق الشهر القادم من دون قائده سيرخيو الراموس بل ومن دون أي لعب من ريال مدريد وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ منتخب لاروخ لائحة النخب الإسباني الويس انريكي التي أعلن عنها أمس تحضيرا للمشاركة في اليورو ضمت 24 لعبا وغاب عنها كل لعبيا الريال بمن فيهم قلب الدفاع سيرخيو الراموس وغاب راموس عن فريقه ريال مدريد بسبب إصابات متكررة خاض خمس مباريات فقط مع الفريق في العام 21 و2000 لائحة انريكي شهدت أيضا غياب لوكاس فاسكيس والداني كاربخال المصابين إلا أن غياب لعب الريال ناتشو شكل المفاجأة في الأوساط الرياضية الإسبانية من أبرز المستجدات التي حملت لائحة انريكي استدعائه للعب إمريك لابورت مدافع منشستر سيتي الإنجليزي الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية بعدما صدقت الحكومة الإسبانية على حصوله على الجنسية ويلعب منتخب إسبانيا بطل أوروبا سنتي 2008 و12 و2000 في المجموعة الخامسة في أمم أوروبا القادمة إلى جانب منتخبات بولندا ستوفاكيا والسويد دائما مع أخبار المنتخبات المشاركة في أمم أوروبا منتخبوا لعب منتخب إيطاليا تلقوا أمس الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا قبل بدء تجمعهم تحضيرا للبطولة أتلقت كتبة النخب الإيطالي روبيرتو منشيني المكونة من 33 لاعبا التطعيم قبل بدء التحضيرات التي ستشهد خوض منتخب الأجزوري للقائين وديين أمام كل من منتخبي سان مارينو ثم تشيك تواليا في الثاني والرابع من يونيو القادم إيطاليا للإشارة تلعب في اليورو القادم بالمجموعة التي تضم منتخبات تركيا سويسرا وويلز نخص بأخبار كرة المضرب حيث أكد الاتحاد الأمريكي أمس أنه سيتم استبدال حكام الخطوط في بطولة أمريكا المفتوحة للعبة بتكنولوجيا مراقبة الخطوط في جميع الملاعب هذا العام وقال الاتحاد في بيان الله أن التكنولوجيا الخطوط سيتم اعتمادها في سبع من تسع من بطولات المحترفين والمحترفات وتم استخدام تكنولوجيا الخطوط في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي كما تم استخدامها في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في خطوة رحب بها جميع اللاعبين بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية صباح الرياضة أشكركم على طيب